اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والدولة المكلفة وهذا البرارك راحنا في الصيف محروقين وفي اليالي اشقال هاداك مغروقين وحاحنات شوينا كان طالبوا منهم بحلنا دابة ليضاع اليام حالي لكن شي موحين يعطيوه لي لما نقعد هنا نبيت في البردنة وولادي ونضل في يعطيوني السكنة ديالي يقنهم يعطيوها لي يعطيوها لي المشي نسكن فيها دابة ما نضيع شراسي كان طالبها من صدر بي والمالك والسلطات والمسلين على هادشي هادشي هو لي كان طالب يعني السبب ما عرف شوشناه السبب هو لي ما عرف شوما ما غادي ندد قليد تديالشي واحد انا نعسى وسدع اليابيباني ما ندد قليد يالشي واحد يقادي عوضونا يعطيونا يعطيوني لاش نقن نديرو ونخسروا روسنا نديرو شهر الله شهره نقولك يا الله ما بتعزو يعني هاد الحاج دي السكن الأجوائي ما جاء عندكم شو واحد تسول فيكم؟ جاء وعدنا المقدمين وجاء ومالينا هادو كل ما ألبون بيا وشال بوليس هاد شليجا ما شنا قيدة ما شنا ما شنا عامل ما شنا باشا ما شنا ما شنا التحاجة السلام عليكم انا انا صديق ديال واحد من ضحايا اللي وقع اللي وقع اللي مد هذا الحارق المهويل اللي الحمدلله ما وقعتش خسائر كان غير خسائر في الآتات ديال المنزيل وذك شي يعني وفي الغيطاء ديال المنزيل هذا الشلي كان في الخسائر والحمدلله ما كانش خسائر في أرواح والحمدلله بأن وخال النفسي ديالن بقى مهزوزة الآن احنا كنا نحاولوا باش مما أعطى الله نستطعنا نعاونهم لا يعني نعاونهم ك نرموا معهم المنزيل إن شاء الله ومثلا نتمنى نتمنى ومشي موحسين اشي موحسيني يتعاون مع هاد الناس لأن هم في أحجل مستة يعني محتاجين يعني الناس متضرين بزاف بالنسبة للأتات ديال المرة كامل تحرق العمكين تشعجر مش هداء نمليهم وينما أعطاهم مش جيرا باشي فين ينعسوا ولا باشي تغطى وراء ما يلقعوش اه بالنسبة للأسباب ما معرفت أسباب أخويا حد الآن أسباب مشهولة ما نقدرش نحكمه يعني ما نقدرش نقوله شي حاجة ما يعني ذاك شي مجهول حد الآن رأى مجهول واش من من ضاو واش من حد الآن ما معرفناش هدو الواقع عم هش وقهت على حسب الحكم ما كنت شنايا وحسب أنا جارهم يعني كينا نقولك شي جوج تقريبا الواحدة ونص تقريبا مهم تقريبا نقوله نحن الجوج ريسالتك المسؤولين في انتمارة بالنسبة لأنك لكي عانيوا في دور الصافحة اه بالنسبة للمعاناة احنا كدور الصافحة معروفة باديما عدنا المعاناة في الصيف الشاعة يعني عدنا ديما عدنا المعاناة حاولوا باديما نتحولوا من هنا إلى كم الحمد لله لكن الدولة تشاغل على دور الصافحة لكي لا يكون دور الصافحة في المغرب والحمد لله تتمنى وتتمنى ومالله بيكون في أقرب العاجة إن شاء الله هذا الشيء ما يبقاش حيني أنه رأى اليوم وقعت كاريتا الضغطة تقدروا توقع أكثر منا والحمد لله ما كيشتبعدها الخسائر في الأروح وكون شيء متوقع يعني هذا الشيء ما دم أنك في دور الصافحة ممكن توقع أي حاجة يعني رأى هذا الشيء المعيش الذي نعيشه فيه نرى دائما هذا الشيء والشيء اللي كي نخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسرسيكم بخير هذا الكلام كان نديه السيد العميد مدينة 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 صخيرة تمارا الله الحمد لله والذي نصره مضرورين بزاف أنا كشاهد أنا كنسكن في أخرى ولكن هذه الناس أنا كنشيل عندهم شوفوا الوضعية ديالهم والحالة ديالهم الله يسرسيكم بخير لما ساعدوا هذه الناس لما خدامين مردامين وكلهم عندهم الوليدات رمى بقولهم لما حالات لحويجات لفلوس لتشحاجة لا يكسبوها لا يكسبوها لا يكسبوها لا يكسبوها كيف تغيرها والله يسرسيكم بخير لما شهور الوضعية لذي نصره الله خير والله ورحمة الوالدين لا تنسوا تتابعونا في قناة اليوتيوب جنة وفعلوا خاصية الجرس سوف يفصلكم كل جديدة ترشام الفيديو وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي موسيقى